نقطة تانية نقطة تانية تتعلق عليها هي تقييمكم الاحتفاء النقابات باليوم العالمي للعمال التي مرت عليها 1-3 أيام كيف شفت هذا الاحتفاء أعتقد أنه من خلال الصور التي شفتها وتعليق التي قدموا لي الرفاق الحزب ورافقات التي حضروا في الاستعراض حضروا في منصة الاتحاد هناك من حضر إلى الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل لأنني أنا شخصيا كنت موجود في الخارج فبالتالي مكان شمك أنني نحضر ولكن الاحتفاء بفاتيح ماي الذي يأتي بعد عدم التمكون من هذا الاحتفاء بالنظر الكوفيد لمدة سنتين أو 3 سنوات بنظر الكوفيد وبنظر أن حتى السنة الماضية بعض النقابات خطرت خصة الانتحاد المغربي الشغل الذي قال أنه جامعة تماما كان في غروف صعيبة فلذلك أعتقد أن أولا الحجم المظاهرات كان حجم مهم وكان مشاركة أمالية مكتفة وده كدليل على واحد الحيوية اللي كانت منه أنها تستمر بالنسبة للجسم النقابي اللي هو في أمس الحاجة إلى أن مثلهم مثل الجسم السياسي ومثلهم مثل الجسم المدني ومثلهم مثل الجسم الإعلامي وده كلهم أجسام لهم مرتباط بالحركية الديمقراطية اللي ربما رجعوا لها كنا في حاجة إلى أننا نعود نسترجعوا شوية المبادرة وأننا نهضو بأوضعنا ولذلك وهذا النقاش كان عندنا مع النقابات ومع الأحزاب السياسية واللي شفنا واللي بقي غير نشوفه لأننا في أمس الحاجة إلى واحد الحيوية على هذا المستوى فلذلك التقط نبرد الأمل على هذا المستوى من خلال هذه المظاهرات اللي تمت بمناسبة فتاة حمي أتمنى أن هذا الأمر يعطي واحد الحيوية الجديدة للعمل النقابي في بلادنا وبالمناسبة كنا نجده نداء من أجل أننا دائما كنا أنصار نعمله أساسا في الاتحاد المغربي بالشغل معروف ذلك ولكن كنا دائما من أنصار الوحدة النقابية لم نكن نفهم إلا أن هناك عن نقابات متهددة النقابية يتعين أن تكون دات وحيدة موحدة يتعين أن تكون مستقلة عن أي حزب سياسي مع أسف هناك عدد من النقابات اللي هما تابعين للحزب السياسية وبتالي ما كانش تقلال وش هي عيب أن يكون حزب سياسي عنده واحد جنح نقابي مش عيب ما كتشوش بأنه هي من ضروريات للحزب السياسية مش عيب ولكن العمل النقابي يتعين أن يكون متحرر من هذا شيء ليش لأن الحزب اليوم في المعارضة قد يمكن أن يكون في الحكومة وبالتالي معناها إذا كان في الحكومة النقابة بحكم عملها هي نقابة مطلبية هي نقابة يتعين أن تكون مساهمة مسؤولة بحال التجارب الألمانية مثلا اللي فيها نقابات اللي كتقدم مقترحات بشي فقط بمطالب من أجل حلي مجموعة من المواضيع ولكن هي نقابة لسر الوجود مرتبط بالدفاع عن المطالب للناس وبتالي إلا أو الحزب الذي يتبع له في الحكومة ستفقد هذه الهوية وإلا فقد هذه الهوية ستفقد ماذا بدرورة هنا تجارب عالمية ولكن هنا هذه النقطة يخذتني للنقاش ستطيع في الفصل بين النقابة والسياسي وسؤال آخر لكي تطرح الآن يمكن عند المتتبع اللي غير اسمع هذه الحلقة كيف شحز من قيمة التقدم الشراكية اللي عنده تاريخ طاويل لأوائل الأحزاب المنشأة في المغرب واللي قدم تضحيات واللي قدم معتقالين وما إلى ذلك ومراكمة سياسية ما عنده شي جنح نقابل بالنسبة لي من لا يعرفوا التاريخ بشكل دقيق من الضروري أننا نذكره بإنما الخلايا العمالية الأولى التي تحركت في المغرب تعود إلى العشرينيات من القرن الماضي لما بدأت المنشآت العصرية الأولى سواء الصناعية أو البنيات خاصة التي أدخلها المستعمر تماما أساسا المنع دي الضربطة السيكاة الحديدية السيكاة الحديدية بعد المعامل الأولى بدأت تظهر البوادر الأولى دي العمل النقابي وكانت عدد من المؤطرين دي العمل النقابي شيوعيين وشيوعيين أجانب بنسبة لعدد منهم استمرت الأمور إلى أن المساهمات دي العياش على هذا المستوى معروفة وكتبته حول طريق دي النقابة في المغرب معروفة على هذا المستوى وفي ثلاثينيات من القرن الماضي بدأت تأسس الخليات الشيوعية الأولى ومن بعد تأسس الحزب الشيوعي بالمغرب ثم أصبحت الحزب الشيوعي المغربي في 46 لما تمت المغربة تعلق وعليتها الأمير العام منذ ذلك الحين تأسس النقابة التي كان اسمتها الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب النيون جنرال لسينديكا كونفيديري وماروك هذه النقابة كانت عمليا تابعة للحزب الشيوعي نبقى هكذا إلى حدود حصولنا حصولنا المغرب على الاستقلال لما حصلنا على الاستقلال كانت بوادر نقابية موجودة بارتباط مع حزب أخرى مع حزب الاستقلال لكن كذلك مع عدد من الوطنيين والمساهمين في جيش في جيش حرير فحنا اعتبرنا بأنه المبدأ أقوى من المصلحة الحزبية الداتية والمبدأ هو الوحدة النقابية فعملنا على حل الاتحاد العام للنقابات الموحدة في المغرب وعلى إدماج الخلايا المختلفة في الاتحاد المغربي للشور لحد تنشأ 1956 إذن ممارسة دينا على هذا الأساس أننا مشكلوا كل واحد بزويته وكل واحد بمنبره النقابي لأنها تشكي يؤدي في نهاية المطاف إلى تشتيت دات واحدة اللي هي الشغيلة واللي عندها نفس المطالب ونفس الطموحات قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في قناة أشكين واتبعوا الجرس بش يبصلكم الجديد في الحين إذا عجبكم المحتوى بارتجوه مع أصدقائكم ولمزيدنا الأخبار تلي شرجوا تطبيق أشكين من بلاي ستور وأب ستور